زيكم حبيبي هنعمل مع بعض النهاردة الكحكي الجميل ده بكوبايتين سامنة بس وعملنا كمية كبيرة وطعمه رائع بجد هيجبكم جدا يلا ناخد المقدير مع بعض ونشوف عملناه ازاي عندي المقدير هنا كوبايتين من السامنة البلدي حطتهم في الحلة ورفعتهم على النار لغاية ما عندي السامنة تسيح او تتقضح بس حاجة بسيطة مش ضروري ان احنا نقضحها عقوي دايما بتتقضح لما نكون هنعمل كميات كبيرة بعد كده بجهز نص كوباية من المياه السخنة بحط عليها معلقة كبيرة من السكر عشان تنشط الخميرة وخميرة فورية معلقة واحدة بس مش عايزة اقطر الخميرة علشان ما يطلعش عندي الكحكي النقشة تروح منه لو خمران قوي بعد كده بجهز دي وحط عليه رشة ملح وبحطه على السامنة بعد ما سخناها حطيت الاول اربع كبيات من الدي وبشوف كده السامنة هتسحب كل الدي او هتتشرب الدي هيشرب السامنة كلها ولا لا عندي هنا لسه طرية ولسه كمان ما ضفناش الخميرة ضفت كمان كوباية من الدي يعني خمس كبايات من الدي هو تقريبا هياخد معايا خمس كبايات دي وحوالي رشة صغيرة كمان من الدي معلقتين او حاجة من الدي حطيت بعد كده عندي النص كباية المية بالخميرة وهقلبهم كويس وعجلهم كويس طبعا السوال اللي اضيفها مش هنضيف اكتر من نص كباية دي اه والسامنة بس علشان لو احنا اضيفناها مية اكتر اه هتلاقيها تقلب اه على اه قرص بقى مش مش كحك فعلشان الكحك عندي يبقى ناعم لازم ما زودش المية اه عندي لقيتها هنا طرية شوية هضيف عليها شوية اه حوالي معلقتين من الدي واتأكدت انها عندي طرية وعندي لازم اه ان انا اه اعجنه حلوة قوي الكحك بالذات اللي هو عايز ناعم لازم يتبس كويس واتعجن كويس كده واقعد اقلب فيه كده واطري فيه لو انتم شايفين اه لازم اه اتأكد ان هو بقى طري وتأكدت ان هو مش بتشقق بعد كده هجيب آآ عين جمل وهحشي بيه وعندي كمان المعيار اللي انا آآ عشان الكحك كله يطلع آآ نفس المقاس هعاير بيه الكحك هبتدي اطريها في ايدي لازم الكحك يبقى طري قعد اطري فيه كده علشان يطلع عندي آآ كحك ناعم وبعد كده بحشي العين الجمل والتزويق بقى بالمنقاش او عندي آآ فيه تزويق تاني آآ شكل او نقشة تانية اللي هي بتبقى زي الشبكة كده آآ سلك كده برضو بتدي شكل حلو هنشوفهم هنا في الفيديو. وبحشي بقى ممكن احشي عين جمل ممكن بحشي آآ بالملبن آآ ممكن آآ باللوز بندق اي حاجة عندنا احنا ممكن آآ نحب نحشيها بعد كده بقى رصوا بقى في آآ صواني وبدخلوا على درجة حرارة آآ مية وتمانين ما بزودش عن مية وتمانين عشان يكون آآ مستوي عندنا هنا كحك طلع جميل جدا ودي النقشة التانية اللي انا قلتلكو عليها آآ بالنقشة آآ اللي هي شبه السلك كده هتلاقيها موجودة آآ في كل مكان اللي بيبيعوا الحاجات المنزلية آآ طبعا انا هنا مش حط عليه سكر قالنا آآ قبل ما ناكله بس انا حبيت اورهه لكم بس آآ عندي آآ بشيله قدم لسه مش هكله ناكله دلوقتي آآ بيتشال في علبة مسلا آآ تتغلف ونحط لها كياس عندي هنا زي الكحك جميل قوي لو انتم شايفينه آآ طالع ناعم خالص غريبة خالص وبرضو الكحك مش اول مرة اعمله انا بعمله مزدامين جدا جبت هنا علبة آآ مطبخ آآ علبة آآ عندنا في المطبخ وبحط كيس للتغليف وبتدي ارص فيه بقى آآ الكحك اهم حاجة ان هو يتغلف كويس عشان ما تطلهوش الرطوبة لان الحلويات بالذات البتيفور والبسكوت والغريبة والحاجات دي والكحك آآ نبعدها عن الرطوبة خالص فلازم اغلفها في آآ كياس او علبة ونحطها في كياس لكياس ده طبعا لوحدها مش هتنفع طلع جميل جدا وشكله جميل وعمل كمية حلوة قوي معايا عمل حوالي خمسين آآ من الكحك خمسين واحدة الشكل ده كمان جميل قوي عجبني اكتر من المنقاش كمان لو هو متوفر عندكم انا وريكم هو ده الشكل اللي انا عملت بيه لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير سبسكرايب وتفعيل زر جلس وسان يوصل لكم كل جديد باي باي